بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثانية عشر من مقرر المحاسبة المتوسطة واحد متين وثلاثة حسب بعنوان المحاسبة عن الاستثمارات حيث تمثل الاستثمارات في الأوراق المالية أحد أهم مجالات الاستثمار المتاحة والتي يتوقف درجة إقبال المنشأة أو الشركة عليها على طبيعة النشاط الرئيسي الذي تمارسه الشركة وأيضا على الأهداف الرئيسية لأنشطتها الاستثمارية وكذلك الهيكل التمويلي لها ولأغراض المحاسبة عن الاستثمارات في الأوراق المالية فإن الأمر يقتضي ضرورة التفرقة بين الاستثمارات حيث يمكن التفرقة بين الاستثمارات على أساس معيارين المعيار الأول طبيعة تلك الاستثمارات أما المعيار الثاني الغرض من الاقتناء أو المدة التي يتم الاحتفاظ بالأوراق خلالها أولا وفقا لمعيار طبيعة الاستثمارات هناك استثمارات في أوراق مالية تمثل حقوق ملكية وهناك أيضا استثمارات في أوراق مالية تمثل مديونية الغير أو صقوق دائنة للشركة مثل شراء سندات مصدرة من قبل الغير ثانيا وفقا لمعيار المدة هناك الاستثمارات قصيرة الأجل أو المؤقتة وهناك أيضا الاستثمارات طويلة الأجل وتتم المحاسبة على الاستثمارات اعتمادا على التصنيف وفقا لمعيار المدة والسؤال هنا ما هو أساس التفرقة بين الاستثمارات قصيرة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل أو بمعنى آخر كيف نفرق بين الاستثمارات قصيرة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل هناك شرطان يجب توافرهما كي تصنف الاستثمارات على أنها قصيرة الأجل هما أن تكون هذه الاستثمارات قابلة للبيع بمعنى أنه يمكن تحولها إلى نقدية في فترة قصيرة دون تحمل مخاطر مالية بسهولة كبيرة اثنين أن يكون الغرض الرئيسي من شراء تلك الاستثمارات هو الاستثمار المؤقت للفائض النقدي المتواجد لدى الشركة أي أن القصد هو تحويلها إلى نقدية خلال دورة التشغيل الجارية أو السنة المالية أيهما أطول وفي حالة غياب هذين الشرطين من الطبيعي أن تصنف الاستثمارات على أنها طويلة الأجل ثانيا تصنيف الاستثمارات وفقا لمعيار مجلس معايير المحاسبة الأمريكي رقم 115 يتم تصنيف الأوراق المالية التي يتعامل معها في أحد المجموعات التالية المجموعة الأولى السندات المقتنى لتاريخ الاستحقاق المجموعة الثانية الأوراق المالية وهي الأسهم والسندات المقتنى بغرض الاتجار المجموعة الثالثة الأوراق المالية وهي الأسهم والسندات المتاحة للبيع والفقرات التالية توضح كيفية المحاسبة على كل مجموعة من المجموعات السابقة